في الجزء العملي هنعمل زيوت الترتيب في المعمل واحنا قلنا بالأول ان الطريقة الأسهل ان احنا بنجيب حاجة جاهزة من السوق وبنضيف عليها الإضافات اللي احنا عايزينها ودي بتحصل دايما مع البودي مورشرايزر اللي عايزة حاوله الفيشل على اساس ان البودي بيبقى أخص وممكن انا اعلي من قيمته لما اضيف له إضافات لكن مفيش حاجة تمنع الحاجات البيتام بتاعتنا في المعمل نحتاج جلاس بامب اللي هي بتبقى البوتل ومعاها الدروبر الجلاس بامب ممكن تبقى موجودة فيها بخاخة وممكن نستخدم معاها الدروبر الفورمة اللي بتتكون من الكاريير او الفيكل يبقى الزيت الأساسي المستخدم في الترتيب وبيتحط عليه كميات بسيطة دي لها وظائف محددة بتبقى بنحط الكاريير اويل في البوتل الأول وعليها السينشال اويل نقطة بتتحطش مرة واحدة بيهمنا التجانس فبتتحط نقطة نقطة بنعمل شاكينج وتتساب احسن يوم بحاله عشان يحصل لها تبقى هوموجيناس يعني عشان تتحضب مع بعضها او زي ما بيقولوا بالبلد تخمر هي مش بتخمر ولا حاجة بس عشان تبقى الديفيوجن بتاع الاسينشال اويل متجانس مع الفيكل او الكاريير اويل اللي قلنا عليه نستخدمها بنحط نقطة زيت على كل صوبع على اطراف الصوابع نفرك الصوبع وبعضها نفرك الصوبع وبعضها راب فينجرس lightly against each other to warm the oil انهيل the oil deeply press the fingertips gently against your skin الابليكيشن بيبقى دائما من تحت الفوق نبتدي من الدقن او من الجزء منطقة اللغض اسفل الدقن من رقبه يعني العضلة اللي بيقولوا عليها البلاتزما دي حاجة في التشريع مهمة لعضلة بيبقى تحت الجلد على طول وبتبقى مهمة جدا في تماسك الجلد بعض الناس بفهمة ان الموضوع التجعيد بس يعني حاجة بتدهنه خلاص لكن عضلة البلاتيزمة دي مهمة في بالذات حكاية تماسك عضلات غقبة واسفل الدق نبتدي نعمل من اول يعني منطقة غقبة لحد فوق وطبعا منتفادة منطقة اول حاجة نستخدمها اللي هي حنحاول نعملها لحاجة اسمها ده اقتراح يعني بقى عن نص اونس ونحن عارفين طبعا نص اونس قلنا تلاتين هيبقى في حدود تلاتين الداخمة حوالي اربعة زي ما احنا عارفين من زمان يبقى نص اونس افو جادو اويل لو عرفنا نجيبه بنجيبه ما عرفناش بنجيب اللي هو قلتلكم الجيجوبا اويل بيحل محله كويس برضو طبعا ده فيهك الاويل خلوا بالكو ده او كاريار اويل ممكن الجيجوبا يبقى حلو جدا معرفناش نجيب الافو جادو اول بنجيب الجيجوبا اويل ده طبعا زيوت اساسية وطرية مستخدمهاش بكمية كبيرة انا قلت الكلام ده قبل كده نحتاجش منها كمية كبيرة زيت زهر البرطقان ما لقناش بنجيب زيت لارينج اي زيت موالح بنحطه جاسمين بنحط هنا في الاخر ده بيمب اللي هو النوت جولدن مني ده قلتلكو عليه اللي هو بيبقى مكياج الجفون انت قضره مني بيه طبعا بحاجة معدنية سواء فضي او دهبي ده بينفع انه هو بيشتغل كسانسكرين شوية بيحمي الوش من المؤثرات من الشمس بالزات وبيدي لمعه حلوة زيت موالح بيشتغل كسانسكرين يستخدم على الوش يستخدم على الهانز يستخدم على منطقة السدر الفوق الديكولتيل اللي بيقولوا عليها طبعا ده زيت دي زيوت ومع حاجة متالك فلازم تشيك بوتل عشان المتالك ده يعمل كولويت كويس مع المفروض لو حطناها ورجناها كويس واحدة واحدة ورجناها كويس بس النقطة هلتها تتحط على بتاعنا المفروض حيبقى كافي جدا انها تنتشر وتبقى هوموجنس تبقى هوموجنس تبقى هوموجنس تبقى هوموجنس تبقى هوموجنس المكياج المعدني ده مهم تعمله عشان يبقى كولويت بقدر الامكان انا لو اختار عليكم حاجة اقول لكم تحطوا نص المعلقة بتاع المسحوق تحطوه في مورتر صغير وتضيفوا عليه الاويل شوية بشوية وبعد كده ندعاكو بالبيسل عشان يبقى متجانس زود حبة وحبة عشان ايه؟ يدينا الحجم النهائي وطبعاً ده اول حاجة بعد كده عندنا زيت ثمر الورد ملاقناش هنجيب زيت الورد وان تيبل ارجانيك فيرجين وان تيبل ارجانيك الالوفيرا جوس قلنا الالوفيرا اللي بيجي من اللب ورق الصبارده موجود عند ناس كتيرة بتجيبه من العطارين او حتى بتزرعه يبقى موجود ساعات في الناس اللي عندها مساحة بتزرع بتجيبه منها او بتجيب الورق بتاع الصبارده من اي مكان وتفتحه وتطلع منه الجيل لكن موجود يعني عند العطار بسهولة الكلينديولا قلنا بيستخدم مكانها الليفاندر اللي هوها الاوخوان لو عرفنا نجيبه بنجيبه ما عرفناش بنجيب زيت لفندا ونضرب كاموميل اويل ده هو البابونج الشيح البابوني نحط مكانه اي حاجة ده طبعا مش سهل الحصول عليه بنحط جيرانيام او اي حاجة تنفع مكانه يكون فيها تيربينزي يعني الميزة الحاجات دي انها كلها انتي اوكسدانت بتدي افكت كويس بالذات وقت الشتاء الجاف او بعد فترة طويلة من التعارض للشمس الكميات هنا سهلة بنحطها بنحط الاول الكيميات الكبيرة اللي هي بالمعلقة التيبل سبونفول بريتي جلاس اوو تشينا بوتيل انشيك في جوزلي وبعد كده نحط نقطة 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 من الاسينشل اويل اللي عندنا طبعا التاتا اللي فوق دوله اللي هو الكارير اويل ويتحط عليه نقطة نقطة الاسينشل اويل اللي هي اغنى الكمفري اويل مميزات انه هو انتي انفلماتري بروز السجاحات يعني ده حاجة ملطفة ومضادة للالتهاب السام بروتيكشن بيوتي اويل ده برضو مش هيخج عن القاعدة عندنا الكارير اويل ويتحط عليه الحاجات الاسينشل اللي هو عناصر الخاصة اللي احنا عايزنا وان تيبل سبون فول زيت سمسم سيزام اويل وان تيبل سبون كاروت سيد اويل او كاروت سيد اكستراكت اللي احنا استغلنا بيه قبل كده الكوكوي ده مش موجود عندنا دي حاجة بتطلع في هواي او سموه جوتاكولا ساعات احنا قول ده حنحاول نجيب مكانها زيت بزر الافوكادو او زيت الافوكادو لو عرفنا اي زيت اه من الحاجات دي ممكن يحل محلها اه الافوكادو لو لقيتوه او حاجة لها يعني فيتامين اي اه كابسولات بنفضي المفروضة ربعمية واحدة دولية لو عرفنا نحسبها بنحطها المكتوب طبعا الواحدات فيتامين اي هتلاقي ما حاجات كتيرة موجودة فيه ربعمية واحدة دولية تدروب بيتا كاروتين مفيش بيتا كاروتين بتاقي ده بيتجمن على امازون مثلا مفتكارش انه عندنا فممكن نطنشه تدروب فيتامين دي برضو فيتامين دي اللي هو مستحضل علاقة نقط في السيدليات نجيبه الفيشل اويل ده فيه حاجات ناترال ضد الشمس بالذات بس ما ينفعش انه هو يعني بيجدد التلف الناتج عن الشمس بس هو مش سانسكرين خلي بالك بات اكويل بوست اتس افكتيفنس انشيلد يو سكين فروم ميلد سان غيز انوين تغطين بينفع بالذات فوقت الشتاء لما يكون الجو جاف مني بلانت كونتين ناترال انتسام بوتيكشن ميكانيزم طبعا هو بيستغل الحاجات اللي هي موجودة في النباتات عشان تحمي النبات نفسه من الشمس بيستغلها هنا في المستحضر ده اه المفروض الاول دي بتتحط في ازازة برضو اللي قلنا عليها جلاس بوتل او بامب بوتل والحاجات الكبيرة الاول الاول ويتضاف عليها العناصر الاكثر ثمنا او اللي هي معمولة بكميات قليلة عشان تحقق اه يعني اثار معينة اللي هو يعني بنحط اللي قلنا زيت الافوجادو كاروتسيد اكستراكت سيزام اويل ده الكارير بيتحط بعد كده البيتامين اي البيتا كاروتين امروجد او البيتامين دي فيه هنا عملت انيكس لبعض المستحضرات اللي كان بعضكم طلب التكلم ده انا عملها من قبل كده الصراحة وفي حاجة تانية ممكن اطلب منك برضو تتداريلي عليها بعض الحاجات البسيطة سكولين ده موجود اساسا بيجيبوه من سمك القرش في الاساس بس فيه منه سكولين نباتي ده عبارة عن كولي انساتوريتد هيدو كاربون موجود في الانيمال والبلانت موجود كتير جدا في الهيومن سيبم الهيومن سيبم اللي تكلمنا عليه انه هو له خواص بتحمي الجلد ده جزء كبير منه عبارة عن حوالي عشرة اتناشرة في المئة من ملسكين اويل ده اللي هو السيبم عبارة عن سكولين ده عبارة عن ناتورالليبيد موجود في الجسم اجسام النباتات والحيوانات بينفع في اللوبريكيشن بتاع السكين وزي ما قلنا عشرة اتناشرة من السيبم بتاعنا عبارة عن سكولين بيجي مش موجود في زيت الكبد بتاع القرش الابيض بيبقى في يدى طبعا الي مشاكل بيقية وصاد جائر الى الحيوانات ده فبالوقت بيفضل يجيبه من النباتات احسن بيجي من الاليف الويت جيرمويل وال رايس برين رايس برين الواقع وعشان كده بيقدر يقعد في السكوالين الفرق بينهم الاثنين مستخدمين سواء السكوالين او السكوالين استخدام مستخدمين في السكين كير برودكتس وهاي الافكتف از اموليانت وانتي اوكسدانت كان زمان مستخدمين من ناحية التناخية بتاعتهم ان هما كان لهم ناحية علاجية استخدام علاجي مش تجميلي لعلاج الجروح ومشاكل الجلد مع الوقت لقوا ان السكوالين بيقلل التجعيد كان رديوس رينكلز ويشيل السكير اثار الحروق اثار الجروح ويعكس اثار الشمس او الاشاع فوقه بالنفس كده اثار التجميل على الجلد بيعكسه بيشيل السبارات من عالجلد ويخفف حدة النمش بناتج من الشمس كل ده بيتعمل وهو طبعا مفروض ان هو انتي اوكسدانت قوي فطبعا اكيد حيار بالفري راديكلز جزء كبير من الدامج اللي بيحصل في السكين بسبب بالفري راديكلز غير التأثير المباشر لليوفي يعني بس طبعا بلو اثار كويسة على مكافحة التجعيد وساعات بعض الناس بيستخدموه سبوت تريتمينت يعني مكان معين لان هو غالي احيانا بالذات اللي جاي من القرش الابيض فبيستخدموه سبوت تريتمينت يعني مكان معين في مشاكل اكتر من غيره او زي سكير او زي فريكل او زي مثلا بقع جمدة او حاجة فيها مشكلة كبيرة سكار سكين سكار مسلا خباك سكين سكارز اللي هي ايه السكارز هي اثاري الاندمائي بتاعت الجروح او الحقوق فممكن يستخدم عليها على السكارز دي على هيئة سبوت تريتمينت السكولين والسكولان الاثنين سكين موشرايزر بطريقة كبيرة بيتحطوا على مستحضرات كبيرة موشرايزنج برودكت دي حاجات دهنية ليه بقى انها الحاجات اللي بتعملها الاموليون بصفة عامة الحاجات الاشور او الفضلات اللي على الجلد الجافة ممكن تسهل ازالتها بيقولك بيقولك الاسكولين هيفير موشرايزر بكسرا داي ميتشو سكين لنجل الانس اللي جلدها معجز قلنا ميتشو دي كانت مؤدبة للشيخوخة الجلد اللي هو يعاني من الشيخوخة والجاف بينفع معها سكولين أكتر لانه هو موشد بيبقى هيفير والأويل اكتر. السكولان سكولان بينفع للشباب اكتر. للأويل سكين اخاف والجلد اللي هو اويلي ومعارض اكني بخوني يعني معارض لحب الشباب بينفع معه السكولان اكتر. فخلي بقى من الكلام ده طبعا اه ممكن يبقى فيه اسئلة فطبعا انا هقول لكم عليها بعد كده بس نعرفها. البيزابولول بسا مساعدة الالفا البيزابولول بس نعرفها كالالفا بيزابولول. نعرفها كالاليفو منول. ناتورال مونوسيكليك سيسكو تربين داتربين او سيسكو تربين او سيسكو تربين او سيسكو تربين او سيسكو تربين واحدة بسكو تربين عالكل طبعا اول حيبقى الكعول. ده كالرلس بيسكس اويل. it is a primary constituent of essential oil from german camomile موجود في الماتريكيريا ريكوتيتا ده هو الجرمان كاموميل الشيح الالماني. وحاجة تانية اسمها مايو بورام كراسيفوليوم ده موجودة في نيوزلندا عند الجامعة النيتف مشهورة قوي في جنوب المناطق الجنوب اللي هي المحيط الهادي يعني. او سيسكو تربين الناس اللي بيعانهم من الغازي بيعانهم من الغازي ومركة حمرة الجلد الحساسية والحكة. تأثير مهدق وملطف ومضاد للاتهاب واحمرار الجلد. او سيسكو تربين او سامبرد تانية اسمبرد. طبعا الشيحات دي كلها لها علاقة برضو غيبة جدا من حروق الجلد فيها بيستخدم سوزينج بعد السون بير وبيستخدم عشان كده لهذا السبب بيستخدم في السونسكرين بيتحط مع السونسكرين فورميل عشان برضو هي تحمي من أشعة الشمس وفي نفس الوقت لو فيه تأثير وحش لأشعة الشمس يقلل منه الالانتوين ده موجود ده مركب ده يعني يعتبر موجود في النباتات والحيوانات والميكوبات وده حاجة من المخلفات موجود بيعتبر بتصنع مليوريك أسد فده ساعات الاسم الكامل بتاعه طبعا الانتوين فيه الامونيوم الامونيوم دايهايدروكسي الانتوينيت بس ساعات بيوجده الانتوين بس موجود نباتات وحيوانات موجودة في الميكوبات برضو الساعات بيسموه وعلى ساعات بيسموه يوريدو هاييدانتوين ليكوكزي دايورييود وزي ما قلنا حاجة معتك بالمليوريك أسد قانفري بلانت بيجيزة ملكامفري اللي قلنا عليه بقى قبل كده لما تحطه على الجلب صعب نجيبه من كميات كبيرة من كامفري بلانت فنجيبه ايه؟ نفضل نجيبه من المعمل بيجدد الخلايا بيستخدم في الحروق بيعتبر 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 مع الجلد الحساس او سهل التهيج بيعتبر 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 يعني طبعا ده بيستخدم لزيادة نعومة الجلد بيجدد الخلايا بعد الحروق والجروح فطبعا بيساعد لتعامل الجروح بالذات والقرح وكده فده له تأثيرات يعني بيستخدم طبي بغير استخدام التجميل بتاعه وكده قلنا موجود في الكمفري روت ممكن زيت الكمفري اللي قلنا عليه ممكن يبقى فيه الانتوين الكارنوسين او البيتا الاناليل الهستيدين ده دايبكتايد مولكيول ده معينه أسد بيتا الانين وهستيدين ووضح من اسمه بيتا الاناليل الهستيدين موجود في المسل والبغين تيشو الكارنوسين ده تم اكتشافه من الكيمياء الروسي فلادمير جولفيتش ده حاجة جديدة تعتبر شوية بالنسبة في مجال التجميل له يعني دراسات أثبت بينفع في القرح لما يكون عند قرح في الجهاز الهضمي فبيكدد البطانة الابثيليال لينيج بتاع الجي اي تي بيحسن مشاكل التزوق بيحسن بيحسن ويساعد وظائف الجلد والكبد هو معروف انه تأثير بيحسن بيحسن بيعتبر لانه تأثير مجدد على الخلايا يعني معروف انه في القرح بيحسن بيتحط كحاجة زي ما اعتقد شفناها في المستخدرات الجنزة اللي استعرضناها قبل كده حاجة مضادة للشيخوخة بيحسن 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 مضادة ايرس جيرمانيكا او السوسن من رود إكستراكت بيحسن عاش عشب حولي بيقعد طول السنة يعني المفروض موجود في منطقة البحر المتوسط وده يعتبر أساس بيحسن من نفس الطائفة الاسم إيريس جاي من آلهة مزعومة عند اليونان بتاعت القزقزح عشان اللي هو الظاهر بتاعني فيه الوان كتير عشان كده سموه إيريس الجزر بتاعه بيتكون يعني نظن مكوناته فيه ميسيليجنر السبسنز فيه استرش بكمية كبيرة فيه تانينز فيه اسنشل أول ده اللي بتدوله اللون المميز بتاعه اللي هو اللون اللي جاي على بنافسي جوية بتاعه ايوز ريزومز الاسم إيريس إيستراكت في الكوزماتيك فيوميليشن لأنه هو له بوتنط اوكسدن إفكت ويجب أن تحاول العطر في التعطير ويجب أن تحاول الزهر مميزة ويجب أن تحافظ على الإيزوفلافون إنتيجريتي بطاقة البروتين تمنع المشاكل التعطير تعتبر أنتيجريتي غير من أن تقول أنت في هذا الموضوع مع الأيزوفلافون الموجودة في النبات ما هيش كتيرة قوي لكن يعتقد أنه يحافظ على إنتيجريتي الخلايا والأيزوفلافون الانديان باني وقت اللي اتكلمنا عليها هو سنتيلا اسياتيكا اللي موجود كنتيلا اسياتيكا مكتوب كده بالعربي معروف سورة الارض الهندية و سورة الارض الاسيوية يترجمها الحرفية نبات عشب معمق في عائلة نباتات المزهرة الخيمية موجود في اسيا طبعا زي ما هو واضح ويستخدم في الاكل و في العلاج برضه يشد الجلد بسكين ريجوفينيشن بسكين ريجوفينيشن بانتي ايجين برودكت يعني حاجة المفروض انه يحسن مظهر الجلد ويخليه اكثر شبابا ويسمونه تأثير انتي اوكسيديتف بيسموه هناك جوتوكولا سنتيلا انسياتيكا انديام بانيورت براهمي واضح من الاسم انه هو هندي يعني من زمان جدا يستخدموه في الطب الشعبي الهندي في علاج طوارم الارجل والدوالي بتاعت الرجل زي ما قلنا بيشد الجلد في مرات قبضة في مرات قبضة في مرات قبضة يعني حاجة بتشجع الانجوجينيزيس الانجوجينيزيس ده هو تولد او ايه دموية جديدة فبالتالي يساعد في مرات قبضة يسموه طايجر هير بساعات لان النموغ البغية ساعات في الهند او في البنغال بتضحج عليها او تتمرغ فيه لما تكون عندها جوح او كده فده بيساعد ان الحيوانات عارفة في ايدته او بتحس بالفطر في ايدته قلنا بريموت مايكرو سيركوليشن ممكن طبعا عشان هو بيساعد عملية الانجوجينيزيس الانتي امفلماتري افكت ثبت ان الخلاصات بتاعته ثبت ان الخلاصات بتاعته او نيوسا الجروس بلود كولاجين امبروف سيركوليشن كلام متكرر كله مش مشكلة بيستخدم بالذات مع الماتشور سكين قولنا الجلد اللي يعاني مش هيخوخة السكين هو بيشد الجلد بيشد الجلد ويساعد على الجروح او كل ده بيساعدها او كل الحاجات دي طبعا بتتحسن مع تحسن الدواء الدمية ويستخدم زمان برضو في او في الغالب بسبب وجود الدواء الكاتيكينز طبعا دي حاجة انتو هتحبوها قوي من انها في الشهر الاخضر كتير في يعني انا شايف موضوع الشهر الاخضر ده اخد انديفر جامد يعني فالكاتيكينز دي حاجات كتيرة دي مجموع بيشد الجروب بوليفينولز حطين اساميه هنا اخد ميجور بوليفينولز اللي هما بقى ايبيجالو كاتيكين ثري جاليت اختصاطها موجودة هنا ايبيجالو كاتيكين ايبيكاتيكين ثري جاليت وايبيكاتيكين يعني حطناها بالاختصاط بتاعتها دي معظم دي اسامي البوليفينولز موجودة في الجرين تي الكاتيكين بريزنت مني اندراتري برودكت بلانت والفروتس ابل بلو بيريز جوز بيريز كريب سيد كيوي سترو بيريز موجودة في كل الحاجات دي الجرين تي طبعا هو اشهرها البير الكاكاو برضو موجودة في الكاكاو الداكن بمختلف منتجاته انتي اكسدانت كاتيكين اكشن دي مزبطة تماما من ناحية الفيزيكا المسود يعني متجربة في المعمل وعلى الكائنات الحية في البني ادمين ده الكاتيكين بيعمل ايه؟ بيشتغل على انجوجينزيس على الاكسرا سيلوير ماتريكس ديجراداشن مالتي دراج رزيستانس ان كانسر اندريلياتي ديس اردرس يعني بينفع حتى في الامراض الصعبة زي الكنسر بايه؟ بيقل دراج رزيستانس اللي بيتاخد للكانسر بيقل الدراج رزيستانس بيقل الدراج رزيستانس اللي بيتاخد الكانسر وبتتحسن طبعا انتي اوكزانت معروف الشاي الاخضر البوليفينولز بصفة عامة بتاكل 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 ماتريكس طبعا الانزايم بتاعت الماتريكس اللي هي بيسموه متالي بروتينيز انزايم دي دي مسؤول عن الديجراداشن دي بتنشط في حالة الاتهاب وبتاخد الاخضية بتاعت الكنيكتيف تيشو زي الجلد لما يوقف الكاتيكينز تقلل عملها او توقفه فبتخافز على شباب الجلد في عندي هيدروكسي جروب في الجليد جروب فعندنا المجموعات الكاتيكينز اللي فيها جليد زي الـ EGCG كل الحاجات اللي فيها جليد دي هايلي افكتيف فري غادكل سكافينجر كومبارتو ماني ادر ستاندر انت اوكزانت يعني فعاليات تعتبر عالية بالنسبة للأزر انت اوكزانت بسبب وجود الجليد جروب اللي فيها الـ OH بالنسبة للمفروض الأسكوربول توكوفي هول هو فيتامين المفروض الجليد دي بتبقى اعلى في الفعالية بتاعتها الكاتيكينز اللي فيها جليد يعني